خليني أبدأ من حضرتك من البداية بدأت بالإخراج ولا بدأت بالتأليف لا بداية طبعا كان تجارب التأليف الأولى لحد ما أبتدي إخراج فأبتديت أخرج مؤلفاتي تعمل شغل حضرتك ده هو كان الطريقة الأسهل أن أقدم نفسك كمؤلف بعد كده خلص بقيت بعمل مؤلفات مخرجين تانين يخرجوها أو أنا أكمل يعني أفهم من كده أن بداية حضرتك كانت الكتابة للمسرح آه يعني هو هي ما كانتش بغرض الكتابة للمسرح على قد ما كانت تفريغ الطاقة في البدايات كده فهي دي اللي بتدي تدافع شوية أنا عايز بقى أشوف الحاجات دي حية على المسرح تتذكر بدايتك الحقيقية اللي هي أنا عملت حاجة كويسة كانت سنة كم تقريبا؟ أعتقد سنة 82 أو 83 كان أول أو كانت تاني عمل إخراجي وكان ضج جامدة جدا في الجامعة كنت لسه في طالب في الجامعة فدي المسرحة اللي حددت مصاري بعد كده حسيت أن أنا ممكن أكون متميز هنا فأكمل في حد تبنى حضرتك أو حد كان دايما بيقدم الدعم حتى على الأقل في البداية بشكل دائم بترجع له وتستشيره أه طبعا طبعا يعني كان مخرجين أعظام زي دكتور هاني مطاق الله يرحمه الأستاذ شاكر خضير يعني فيه ناس دفعت ودعمت ولولا كلامهم ما كانش الواحد استمر لأنه هم بيحط رجل الواحد على المنطقة الصحيحة يعني كان أفضل الحاجات اللي اتقالت لك أو مش أفضل يعني أقوى الحاجات اللي أثرت فيك في أن أنت تكمل بعد كده بنفس الطريقة كانت إيه؟ اللي هي حطت رجلك على الطريق الصحة هو طبعا الله يرحمه بقى شاكر خضير كان أنا كان مفروض بمثل في مساحية هو بيخرجها لنا كطلبة في الجامعة وبعدين بس كده هو شاور عليه قال لي لأ تعالى أنت تبقى مخرج بعد كده هو كان لاحظ أن أنا بعد الزميلي يقف إزاي على المسرح في السر كده بس هو لقطه فقال لي لأ تعالى جنبيه هنا أنت تقعد أنت تقعد دكتور هاني مطاق برضو الله يرحمه يعني كان بيدعم كتير أو يعني يعني كان دايما بيمديني بأبحاث كتب يعني استشارات كتب استشاره كتير جداً اشتركوا في القناة